عند كاسر الامواج الجديد قبالة معمل الزوق الحراري حيث وفر الاسطول التركي كرادينيز كل وسائل الحماية سترسل سفينة الطاقة الكهربائية فاطمة جول سلطان القادمة من تركيا على ان تستمر التجهيزات لاطلاق السفينة الثانية في غضون الاشهر المقبلة لتؤمن بواخر الشركة 270 ميجاوات من الطاقة التي ستغذي الشبكة اللبنانية لمدة ثلاث سنوات وبعد ربط فاطمة جول سلطان بشبكة التغذية اللبنانية ستحتاج الباخر بضعة اسابيع من التحضيرات لتنتج الطاقة الاضافية وهي 205 ميجاوات من قبل فريق مؤلف من 60 مهندسا وتقنيا متخصصا وستحتوي الباخر على محاولات عالية وخزانات وقود تمكنها من انتاج الطاقة من دون توقف مما سيسمح للبنانيين بالتناعم بساعات تغذية اضافية